موسيقى الأمريكان يعملون على إعادة سيناريو 2014 استغلوا تظاهرات المحاضرات الغربية وأظهروا داعش منتجهم الذي احترف به ترامب اليوم يستغلون التظاهرات المطلبية القانونية الوطنية الاصلاحية لينقلوا 18 ألف من حوائل الأرهابيين للعراق وآلاف الجنود من شمال سوريا إلى غرب العراق ويحركون خلايا أرهابية داعشية اليوم تظهروا في ديالة وفي كاركوك وفي نينوى وفي الأنبار ذات السيناريو بالكامل وهم بتحريك التظاهرات نحو غير السلمية يجعلون القوات الأمنية عن واجبها الأساسي هي اليوم يشغل بحماية خلايا نائمة لتنظيمات إرهابية موجودة بداخل المتظاهرين وهو الأمريكان يقولون بأنه سيكون أكثر وحشية وأكثر دموية نقطة لنقطة أنه أكو خلايا نائمة اليوم بداخل المتظاهرين من الدواعش لا 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 أقول أنه أردوات أمريكية الأمريكان يتخادمون مع البعثيين اليوم مع الدواعش مع أعداء الشعب العراقي وهم يدسون